انتهت أعمال تطوير مركز شباب بهيك في منطقة برج العرب غربي الإسكندرية تستهدف أعمال التطوير خدمة رواد المركز الذي تم تزويده أيضا بمجموعات من لعب الأطفال إضافة إلى رفع كفاءة ملعب كرة القدم من خلال زراعة طبيعية لدعم موارسة الشباب لرياضة كرة القدم المركز بيضاء بيقع في نطاق مركز ميد برج العرب واللي بيقع في نطاق مؤسسة حياة كريمة اللي بتنفذ مشروعات عندي في المركز ومن ضمن المشروعات ننفذتها ملعب خماسي وتطوير المبنى الإداري المشروع ده خدم الأهالي بشكل كبير والأعضاء بانت الناس كلها تيجي بالنطاق جميع الشباب يعني الشباب والأطفال فطبعا عملوا لي شغلي في المركز وبنشكر حياة كريمة إنها سهمت ودعمت المركز أنا منمارس الكرة في أماكن تانية وبنسفر أماكن كتير علشان نقدر نلعب وأتجمع صحابي ونلعب بس بعد مجات حياة كريمة والدور التفاعل بتاعهم الجامد اللي جمع أسروا هنا على النادي بشكل إيجابي كتير هنا